بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بشرح الجزء الثاني من المحاضرات الثانية من محاضرات GIT دكتورة أخلاص خلصنا لشرح الجزء الأول ونزلنا لكم إياه إن شاء الله رح نكمل الجزء الثاني The stomach structure of stomach ونوصل نوصل إلى stomach يقول stomach رح نلقها مقسمة إلى أقسام اللي هي الفندس والbody والأنتريام والقراتر كاربتر والأسر كاربتر والأرال ريجين والكودال ريجين and pylors زين هذه lesser curvature وهذه greater curvature زين The stomach has three layers The stomach مكونة من ثلاث طبقات من العضلات اللي هي من ثلاث طبقات عضلية اللي هي الأوتر الخارجية رح يكون شكلها longitudinal بينما الميدل رح يكون circular layer والثالثة اللي هي الداخلية تكون inner رح تكون obliquo layer The stomach has very rich blood and lymphatic supply الاستمك رح ألقها غنية بالblood وكذلك باللمفات اكسابلاء اللي تغذيها زين function مالة الاستمك عندي ثلاثة function تعتبر motor motor function of stomach اللي هي storage وميكسينج وبعد واحدة هساهم رح نجي نذكرها اللي الأول شيء ناخذ اللي هي storage of the food الاستمك قبل ما تدفع الطعام وتودي لل small intestine رح تعمل كstorage زين كstorage للفود كمخزر للفود until the food can be processed in stomach dudenum and lower intestinal tract when the food enter the stomach there is receptor degrees the muscle tone of the stomach wall due to vagovagal reflex شن يقصد بها هنا اللي يقوله الطعام من يوصل من يعني يوصل لل استمك رح يصير ببروست يعني شون شون يقول انه يتخزن بالستمك او تتم معالشة بالستمك زين وبعد والطعام مرح يدخل للستمك العضلات مالت المعدة رح تقل الشدة مالتها حتى تبدو تتمدد زين حتى الاستمك تتمدد نتيجة دخول الطعام فرح تقل التون مالتها degrees the muscle tone زين لياش نتيجة الرفلكس اللي صار ال vagovagal reflex نتيجة انه من دخل طعام سوالي تمدد نقول الرفلكس على ال vagovagal reflex نتيجة اندخول هذا الطعام صار عدي تمدد بالستمك الان صار degrees بالمصل التون مالتها الوظيفة الثانية اللي هي mixing of food in stomach with the gastric secretion كذلك المعدة الستمك رح تفرز دي بعض الافرازات اللي هي اسميها gastric secretion زين افرازات المعدة اسميها gastric secretion شنو وظيفتها رح تخب يعني شون سوى mixing mixing او mixture للفود ويا هذي secretion رح تسوي المعدة يعني تخبط مثل من قول تخلط الطعام ويا الافرازات مالاتها to from semi fluid mixture بحيث تكون لي الطعام شبه سائل بحيث تخليلي الطعام شبه سائل شنو اسمي اسمي الكيم وكذلك رح تأدي لي زين هذي الخبط اللي الآن الميكسشار صار الفود ويا secretion شون نتيجة شنو صار نتيجة حركة حركة دودية اللي هي اسميها البرستالتك اللي هي رح اصر contraction بالمصر مالات المعدة زين وراح تخلي الطعام يمتزج ويا secretion اسميها بالميكسين ويف اسميها اما بالميكسين ويف او اسميها بريستالتك ويف زين move toward anterior along stomach once every twenty seconds شخصت بيقول هاي البرستالتك هاي البرستالتك راح بحيث انه تتحرك الطعام باتجاه الانتريم على طول الستومك مرة كل عشرين ثانية الفائدة منها البرستالتك ويف او الميكسين ويف الفائدة منها انه move food toward anterior along stomach once each twenty seconds زين بعد الوظيفة الثالثة هي slow empty of food راح تفرغ للطعام المعدة راح تفرغ الطعام وين بال small intestine تودي لي على small intestine from stomach and small intestine rate suitable for proper digestion and absorption by small intestine راح تفرغ الطعام المعدة بتودي المن لل small intestine حتى يصير به هناك absorption وتكمل عملية digestion when small intestine زين يقول شون يقصد بها عملية دفع الطعام من الاستومك للمعدة او عفوان من الاستومك لل small intestine راح تكون الحركة ثابتة لا هي سريعة حال ولا هي بطيئة حال حركة متناسقة زين راح تكون معتدي له يقول استومك emitting the food is opposite to resistance of the pylaris it promited by a prehistoric wave in anterior of the stomach يقول بالتالي الاستومك مر راح تتفرغ من الطعام شون راح تتفرغ نتيجة انه هي دفعة الطعام من الاستومك لل small intestine زين راح تواجه مقاومة راح تواجه مقاومة resistance بالتالي راح تواجه مقاومة resistance of pylaris تواجه عشان تمنع حركة الطعام انه يروح لل intestine لكن انا شون عندي بريستالتك wave حركة دودية هاي الحركة الدودية اللي راح تصير بالاستومك راح تمكنني انه الفود يتغلب على هذه resistance of pylaris بالتالي راح تروح وتودي لل small intestine زين بعد يقول pylaris remains not completely closed pylaris pylaris يعني ما يكون مغلق تماما يعني بصورة طبيعية يعني حتى لو موجود اكل بال food بال stomach ما راح يكون منغلق بصورة تماما يعني بصورة تمام complete لا راح يكون بفتحة صغيرة طبعا بحيث انه ما تسمح هاي الفتحة مرور هاي الفتحة ما تسمح انه بالاكل الفود يمر ويروح لل small intestine لا راح هاي الفتحة تسمح فقط بمرور السوائل تسمح فقط بمرور الwater and other fluid فقط سوائل زين بينما تمنع هاي الفتحة لانه صغيرة تمنع مرور السيمي سول كيم زين المواد اللي تكون شبه صليبة زين هاي المواد اللي شبه صليبة بتحتاج الى bristaltic wave حتى حتى تمر يعني مو هاي الفتحة اللي هلا تحتاج فد قوة زين انتو دونم بينما هاي المواد الصليبة اللي هي semi salt كيم لا راح تحتاج الى bristaltic wave تكون strong زين حتى تتحك او تسمح بمرور الكيم من الاستماك لل intestine زين this is controlled by signals from stomach and from duodenum when byloric tone is normal each stronger anterior bristaltic wave force several mill of keem into duodenum this i cool هنا انا انا عندي بعض signal او شو انصر عندي signal اذا كان موجود عندي طعام بال dudenum او بال stomach زين مثلا الطعام عندنا موجود بال stomach فهذه الاشارات راح ترسل انه حتى تحفز لي ال byloric بyloric شو يصر بها يعني تشتغل ك pumping action شو اسميها اسميها byloric pump زين هال bumping action نتيجة نتيجة الحركة الدودية اللي كان ناقب شو ال bristaltic wave اللي راح تحرك للطعام باتجاه byloric حتى يطلع ويروح لل small intestine بالذات المن يروح لل dudenum اللي هو اول جزء من الجزاء small intestine زين من يروح لل dudenum عن طريق الطريق bristaltic زين هال bristaltic كويب شو ستسوي bumping action تخلي بايلوريس يعمل كمضخة لذلك شو اسمي ها byloric pump تخلي بايلوريس يعمل كمضخة byloric pump زين ستسوي bumping action حتى يتمكن من ضخ الطعام من الاستمك وبالتالي يودي لل dudenum زين عدنا هذه البمب اكيد لها اشياء تنظمها regulation of gastric mt pyloric pump اللي تنظم من قبل اما الاستمك اكزيستري signal او الدودينال inhibitor signal يعني اما الاشارات اللي سويت التثبيت للدودينال او الدودينم هي اللي تنظم البيلوريك او البيلوريك pump او السيجنال السوي اكزيستري للاستمك اثارة للستمك نجي الاستمك اكزيستري سيجنال بيها اثنين بيها نقطين اللي احتمال انه تزيد لي من البمب اوف pyloric اللي هي او الاستمك اكزيستري نيرف رفلكس يعني تثار من قبل شنو من قبل الاستمك اكزيستري نيرف رفلكس caused by distension of انتري by food distension caused the strach internal wall which increase vagovegal and local netric nervous system reflex to increase activity of pyloric pump and inhibit pylors مثل ما ذكرنا سابقا طلاب انه شوح يصير عندي يقصد بها انه من يدخل الطعام لل استومك فراح تتمدد العضلات مع الاستمك مثل ما ذكرنا سابقا لي عشان رح يصير degrees ton of muscle تقل الشدة مع العضلات فاكيد يعني رح تتمدد الاستومك نتيجة دخول الطعام نتيجة el vagovegal reflex زين تتأثر بال vagovegal reflex وكذلك بال local internal nervous system ايضا نتيجة الامتلاء المعدة فاش راح ترسل اشارات العضلة انه تتمدد زين بالتالي هذا راح يأدي الى زيادة ال bioloric بام حتى تضخل الطعام الدفعة تودي لل intestin زين حتى تتخلص هذا الطعام الزايد راح تسوي increase the activity of bioloric pump and inhibit the bilars زين عدنا الهرمون النقطة الثانية الهرمون الهرمون gastrin release into circulation from internal mucosa in response to stretch the internal wall medate by vagus nerve and internal nervous system increase bioloric pumping force and inhibit the bilars شخص بياها يقول كبارك gastrin hormone or hormone gastrin hormone التي تفرزها المعدة من الميوكوزة من المعدة بالطعام ستفرز مجموعة من الهرمونات اسميها بالهرمون gastrin هذه الهرمونات من تفرز أو تسمح تخلي تسمح لل wall مالة الستومك بانه تتمدد مالة هذا تعمل تحت سيطرة تعمل تعمل الهرمونات تعمل تحت سيطرة ال vega nerb و intern nervous system ماذا سوى لي أيضا زيد من byloric pump زي من byloric pump و ثبت ب byloris يعني هذا دور أنه بدفع الطعام لل intestine جيد The gastrin also affect gastroesophageal sphenectar كذلك الهدور ثاني بمن في gastroesophageal sphenectar طيب شلون انا قلكم شلون طبعا نحن نعرف انه gastroesophageal sphenectar هو يمثلي الجزء الاخير من الاسوفيغاس جيد فبالتالي هذا غاسترين سيسوي انه العضلة الاسوفيغاس الاخيرة اللي هي بين الاستوماك وبين الاسوفيغاس اسميها gastroesophageal سيسدها سيغلقها هذا الغاسترين يساعد على اغلاقها ليش حتى تمنع عودة gastroesophageal مرة ثانية نتيجة gastroesophageal مو من تشتغل المعدة ستبدي تتحرك وهذه السوائل تبدي تتحرك فهذه الغاسترين الها فائدة انه تسدلي gastroesophageal muscle مالة الاسوفيغاس حتى تمنع حركة الاسوفيغاس تمنعها زين خلال gastric activity زين النقطة الثانية اللي هي الدودينال انهيبتري سيغنال الاشارات اللي سويلي انهيبتر يعني انهيبشن للدودنام كذلك تتأثرلي على البايلوريك بامب شو راح يسوي لهاي راح يسوي لهاي بايلوريك بامب بايلوريك توني المنزل راح شو يسوي لهاي السيغنال اللي ثبتلي ال الدودينال راح يسويلي عكس السيغنال اللي تشتغل اثارة على الاستوماك تخلي الاستوماك مثارة بالتالي راح تدفع الطعام من الاستوماك ل الانتسل لا هذي راح يثبت شو راح تثبت ثبتلي او تقللي هل سيجعل نزيد من من البالوريكتون على الأسفل لا تزيد من البالوريك بامب حتى تتفعل الطعام وتقلل من البالوريكتون بينما هنا لا والله راح تقلل البالوريك بامب وزيد البالوريكتون وبالتالي راح يصير راح تمنع الطعام او تمنع الكيم اللي هو الكيموس راح تمنعه من انه يندفع من الستومك ويروح للدودنم بالتالي راح يكون راح يصير تثبيت للنيرف رفلكس اللي سويلي تحفيز يعني يعني راح يقلل رفلكس بالتالي نتيجة هذه العملية اللي صارت بالتالي راح يقلل رفلكس اللي يحفز لي او نتيجة يعني على الرغم انه عندي فات وايون الهايدروجين عالي بالدودنم زين راح يكون الرفلكس قليلا على الرغم وجود الفات عالي وكذلك اله ايون دودنم the hormones الكولي سايتو كينين cck is released from دودنم احنا نعرف انه الكولي سايتو كينين اللي هو cck راح ينفرز من قبل الدودنم الرسبونس تو فات وكون يعني مسؤول عن شنو عن الفات لما يكون عندي فات بالدودنم هاي فات ان دودنم راح ينفرز الكولي سايتو كينين زين it acts by blocking the existatory effect of gastrinogastric muscle من ينفرز هذا الكولي سايتو كينين شو راح يساوي لي راح يساوي لي blocking المن لل existatory effects of gastrinogastric muscle زين او هي بصورة عامة انه هاذي السايتو كينين اللي ساوت لي انهيبشن للهرمونات اللي تفرزها السموث muscle او عفوا المسل مالت او عفوا الميوكوزة الميوكوزة مات الستومك راح يساوي لي انهيبشن زين فما راح تثبت لي الجاسترين on gastric muscle secretine is released from dudinam in response to the presence of acid and has direct inhibitory effect on smooth muscle يقول السكرتين راح يفرز من قبل الدودنم ويكون مسؤول شو كت يفرز من الدودنم لما يكون عندي high acidity يعني او لما يكون عندي اسد عالي بالدودنم راح يفرز عندي السكرتين وهذا الشي يسوي لي راح يثبت لي مسؤول عن تثبيت السموث muscle بعد when ph of keem in dudinam falls below 3.5 إلى 4 reflex is illicited يقول لمن ال ph يكون عالي يعني 3.5 إلى 4 علامة يصير يعني حامضي زين reducing or blocking further release acidic stomach content into dudinam until the dudinal keem can be neutralized by bencreatic which is necessary for optimal function of bencreatic enzyme ويعتبر هو الانزيم الاهم HCO3 bicarbonate هو يعتبر الانزيمات احد الانزيمات المهمة الموجودة يعني من ضمن البنكرياس يعني ايضا البنكرياس هم يطين البنكرياس فيعتبر هو احد اهم من الانزيمات مثل البنكرياس زين اللي مسؤول يعني الوظيفة يعتبر احد وضائف البنكرياس بعد gastric motility عندنا الحركة motil gastric عندنا نوعين من الحركة there are two types of gastric motility اللي هي اما اسميها lebristals motility اللي هي وين تحدث هاي تحدث بالبداية مالة الاستومات تحدث initiated near the fundal body border and producing a pristalsic wave رح تتكون لي يعني سوي حركة دودية يعني موجة دودية the the propels, the food tower, the bylors بالتحتة شنو حتتساعد لي على دفع الطعام من الفندس المنتوصلة للبايلورس زين البريستالتك كونتراكشن اللي هي شنو البريستالتك كونتراكشن قلنا هي عبارة عن بريستالتك كويف زين هي البريستالتك كويف شنو هي عبارة عن كونتراكشن زين اسميها البريستالتك كونتراكشن يعني هي تقلصات زين occur every 20 seconds تحدث تقريبا كل 20 ثانية مثل ما قلنا سابقا this way responsible for rhythm and force of gastric contraction هالي البريستالتك او البريستالتس عن شنو مسؤولة هالي مسؤولة عن تنظيم الرثم والforce of gastric contraction يعني شنو مسؤولة عن تنظيم شن ايقاع الحركة يعني الحركة مالة للطعام الحركة رح تكون منظمة صحيح هي مثل شنو تكون سريعة او قوية بس تكون منظمة هالي البريستالتك كويف زين اه اني مسؤولة عنها فهذا البريستالتك كويف مثل ما قلنا رح تتنظم لي او تخلي الإيقاع مالة للطعام مني تحرك بالستومك منظم الرثم and force of gastric contraction وتخلي التقلصات مالت المعدة تكون قوية زين بعد الحركة الثانية اللي هي الريتروبيوليشن ريتروبيوليشن هي it is the back and forth movement of the keem هاي اش راح السبب اللي راح السبب بدفع الطعام للأمام والخلف داخل للستومك زين cause by forceful population or food against the closed pyloric sphincter وتكون حركتها باتجاه البالوريك sphincter يعني الطعام رح يضغط بقوة يعني يضغط باتجاه معاكس او يعني يضغط على البالوريك sphincter تخلي الطعام يضغط على البالوريك sphincter نتيجة حركتها اللي هي بالستومك فبالتالي هاي الحركة راح تتأدي الى against the closed pyloric sphincter يعني الطعام راح يصلت مقاومة على pyloric sphincter زين عندنا الhunger contraction هو another type of intense contraction اسميه بالhunger contraction occur when stomach has been empty for several hours or more هذا الhunger contraction اللي هي تقلصات الجوع الصر اللي صر بالبطن صر نتيجة اذا الشخص مماكل ياخذ يعني فترة مماكل يعني الساعات عدة زين they are rhythmical pristaltic contraction in the body of stomach هاي شنو الhunger contraction هي صر شون عبارة عن rhythmical pristaltic contraction هي تقلصات دودية زين بالبطن فوين بالذات بالbody مات الستومك زين صر بالbody مات الستومك هي تقلصات نتيجة ان الشخص ما ماكل لعدة ساعات زين وكذلك يضاعف هذا الألم ويستمر تقريبا إلى ثلاثة أو دقيقتين يعني هي شون تقلصات شون نقول عنها زمنية مثلا تاخذها فترة وترجع تتألم فترة يعني تتألم دقيقة دقيقتين ثلاثة ويروح ودور يرجع علي زين غريتي increase by the persons having lower than normal relief level of blood sugar يقول هذا الشخص أو يزداد الألم عند هذا الشخص لما يكون normal لا أقل يعني من مستوى السكر لما يكون أقل من الطبيعي hunger contraction cause melt pain هذا الألم احتمال يصير بوسط الأبدومن فأسميه melt pain and bit of stomach called hunger bunks أو أسميه كذلك بالhunger bunks يعني أما أسمي hunger contraction أو أسمي hunger bunks زين الزين 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 سنجي الأهم إفرازات الاستومك اللي هي حوالي تنطيني about 2 letter day of gastric secretion or reduce يعني الاستومك أو GIT راح حوالي يفرز لي يوميا 2 letter من gastric secretion زين the cell of gastric mucus secret fluid called gastric juice gastric muscle gastric mucus يعني gastric mucus mat الاستومك راح تفرز للسائل هذا السائل أسميه gastric juice the four major compounds of gastric juice هذا gastric جوز راح القايق يحتوي لي يعني من أجي أشوف بدقة راح أجي 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 على أربع مكونات اللي هي hydrochloric acid LCL وكذلك pepsinogen والintrinsic factor والمucos جدا مهم طلب hydrochloric acid والpepsinogen والintrinsic factor والمucos زين نأخذ كل واحد وشن وظيفة الفنكشن of HCL هاي نعرف ها طبعا الوظيفة is convert pepsinogen which is inactive to active from pepsin atlo ph and the intrinsic factor is necessary for absorption of vitamin b12 in ilium ها أما intrinsic factor شنو وظيفة وظيفة انه مهم لما يتواجد vitamin b12 يتواجد بالإليم بالإليم ما سيساوي لهذا intrinsic factor سيساوي عمد absorb ما سينتص زين اقول ميوكس protect the gastric mucus from the action of HCL بينما الميوكس ما سيساوي الفائدة من هذا الميوكس الفائدة من الميوكس انه يحمي gastric ميوكس يعني يحمي الميوكس مالة المعدة زين من تأثير ال HCL لان اذا كان يعني خلقوا نفترض انه ما عند ميوكس بالمعدة فما تجدار المعدة الداخلي راح يبدو نوكل ليش نتيجة ال HCL لان هو حامضي زين فعدنا هذا الميوكس اللي راح يحمي ليها من action of HCL وكذلك يش يسوي لها يسوي لها lubrication او lubricate راح هنا بهذه الصورة كذلك يشوف البرائتل cell تطلع من HCL و HCL تطلع Psyngogen والgastrine تطلع GCL جيد هسه يقول The structure and cell type of gastric mucus The lumen of stomach is linked by epithelial اللوم المات ال stomach راح تكون هي عبارة عن epithelial cell شنو راح ألقي بها راح ألقي بها نوعين من ال glan التي هي oxenetic gland والتي هي عبارة عن مجموعة من الخلايا شنو هاي الخلايا التأول النوع اللي هو mucus cell اللي تنطيني mucus secretion rich alkaline bicarbonate اللي راح تفرز لي bicarbonate اللي تفرز لكثير من bicarbonate أو هذه الميوكس راح تكون غنية بال bicarbonate اللي يكون alkaline زين زين هذا شنو فائدتها مثل ما قلنا انه protect the stomach from hydro chloride acid of gastric juice راح تحمي لل stomach من hydro chloride الموجود الموجود بال gastric juice اللي هو احد مكونات gastric juice اللي ذكرناها قبل شوية زين فليش تطيني الميوكس تنطيني الميوكس هذا الميوكس شنو يحتويلي راح يحتويلي على alkaline bicarbonate زين هذا شنو فائدته راح يحميلي الاستومك من hydrochloric acid الموجود هذا hydrochloric acid موجود بال gastric juice زين زين نيجي لل barital oxenatic cell اللي هي النوع الثاني من الخلايا الموجود بال oxenatic gland اللي هي which have two secretory product راح تفرز لي ال HCL زين HCL وشنو تفرز بعد intrinsic factor barital oxenatic cell تفرز ل HCL و intrinsic factor HCL acid of the gastric content 2 pH من 1 إلى 2 HCL هو المسؤول عن حموضة المكونات مت المعدة أو المحتويات مت المعدة هو المسؤول عن حموضتها بحيث يخلي الحموضة مع المعدة تقريبا pH من 1 إلى 2 يعني عالية زين chief cell اللي هو أحد الثالث نوع من أنواع خلايا oxenatic gland chief cell أو اسميها بال peptide cell هذا chief cell or peptide cell half secretary product peptinogen which converted by HCL إلى peptide يقول هاي chief cell رح لها تفرز لي شنو تفرز لي تفرز للبيبسينوجين اللي بعدين يتحول إلى peptide بفعل HCL زين البالوريكي gland اللي هي النوع الثاني من الغلاندات الموجودة بال gastric اللي هي البالوريكي gland contain 2 cell رح تحتوي لي على النوعين من الخلايا اللي هي G-Cell والميوكس Cell والG-Cell رح تفرز لي gastric بينما الميوكس ستفرز لي ميوكس زين وين تفرز G-Cell تفرز تفرز gastric وين تفرز ها تفرز بالcirculation يعني خلال دورة الدموية زين هذا الجدول يعني يعتبر كمراجعة زين ذكرنا كله فما كنت داعي مرة فإذا تحبون التمقرو فلان كله ذكرته ما كنت داعي أن نحن مرة ثانية فهنا هذا اللي يقول other cell intro chromophane كذلك عندي بالميوكس ما تلقى سترك بصرة عامة يعني يقول أن رح ألقاها تحتوي على نوع آخر من الخلايا يعني مو بس خلايا cell وال barital والميوكس زين لا بعد نوع introchromaphane cell رح like cell or ee cell اختصار ee cell which secrete histamine هذا النوع من الخلايا رح تفرز شنو الhistamine يعني الhistamine من التفرز introchromaphane introchromaphane تفرز الhistamine كل خلية وشنو تفرز جدا مهم بعد عدي delta cell أو اسميها D cell زين وبعد شنو نوع ثاني من الخلايا عندي stomatostatin producing cell كذلك stomatostatin cell زين بعد شنو يقول D cell can be found in stomach intestine and the islets of langerhans and pencarias يقول هاي D cell رح ألقاها متواجدة رح ألقاها متواجدة بال intestine وكذلك بال islets of langerhans زين وشنو تفرز لي ما ذكر شنو نوع افرازها بس قاعد هي delta سميها D cell زين هنا أعتقد تلقون نوع افرازها somatostatin inhibit acid تعتبر inhibit للأسد يعني السوي inhibition زين السوي للإنهبition للأسد هذه delta cia خلصنا محاضرتنا وإن شاء تكون واضحة